اشتركوا في القناة اشكر للاخت او الصديقة اللي بعتت لنا القالب ده وطبعا ربنا يجعله في ميزان حسناتها نبدأ بقى نقدم القالب وقولك الميزات الاساسية الخاصة به وزي ما اتفقت معك الباقي كله انت هتكتشفه بنفسك اول حاجة بتميز القالب ده جماعة السرعة سرعة القالب جميلة جدا لما تجي تفحص كده هتلاقيه مية في المية على الكمبيوتر وهتلاقيه على الهاتف 98 طبعا بعد ما تحط الاعلانات هتقل شوية او ممكن تقل كتير ايا كان المهم ان هو الخام بتاع القالب نفسه كويس دي النقطة الاولى النقطة التانية بقى القياس الخاص بويب ديف اللي هو خاص بجوجل نفسه بيديلك مية في المية في السيو وكمان افضل ممارسات مية في المية وامكانات الوصول برضو 98 والاداء 98 ده مش هتلاقيه قالب بيديلك النسب دي النسب دي جميلة جدا بالنسبة للخام بتاع القالب قبل وضع الاعلانات فدي ارقام جميلة جدا انا شايفها مميزة مش هتلاقيها في قالب تاني تمام بالنسبة للقالب بقى والشكل الرئيسي للقالب بتاع نشوف الاول الوجهة الرئيسية ده موقع المطور الخاص بالقالب نفسه النسخة دي جماعة مجانية مية في المية وكمان بيديلك نسخة تانية خاصة بالاقبار يعني فيه نسخة تانية خاصة بالاخبار تمامها هو التمن ده فالنسخة دي الخاصة بالبلوجه هي اللي احنا هنحملها وهي اللي احنا هنستخدمها هسيب لك كل الروابط اللي انا هتكلم فيها في الوصف تحت الفيديو تعال بقى نشوف النسب اللي هو اريها بص انت عندك في السيو مية في المية والاداء مية في المية كل حاجة خاصة بالقالب حتى الويب ديف ده هو جوجل نفسه اللي بيختبر لك القالب ده فالاحصائيات دي جميلة جدا بالنسبة للقالب هتستخدمه مجاني مية في المية خلاص تعال نخش بقى نشوف بعد ما شفنا احصائيات القالب كده نبدأ نشوف المعينة الاساسية الخاصة بالقالب القالب هيكون قدامك بالشكل ده كده اللوجو بالشكل ده وبالحجم ده انت بتحمل بقى اللوجو بتشتغل عليه ودي القوائم الرئيسية الخاصة به بعد كده بتحط هنا مواقع التواصل الاجتماعي والبحث وكمان الوضع الليلي لو انت حايت تستخدم الوضع الليلي في القالب زي ما انت شايف قدامك كده حاجات دي كلها حديثة وبتدل على ان القالب محدس باستمرار وفيه دعم وفيه تطوير فيه لما بتيجي تنزل كده بتلاقي قائمة القائمة الاساسية الخاصة بالاقسام بتظهر لك بالشكل ده كده هنا اعلان خلي بالك المميز في القالب ده كمان يا جماعة انه فيه عدد اماكن اعلانات واماكن الاعلانات دي كتيرة مش قليلة بتوزعها في الموقع بشكل احترافي ده اعلان تعال نزل تحت كده دي الجزء الاهم برضو المقارات اللي هي شائعة زي ما انت شايف قدامك كده ودي اقسام الموقع التسميات والحالات اللي انت عاوزها كلها هتلاقيها موجودة وكمان ده اعلان شكل الموقع جميل جدا وانت بنفسك لما تيجي تركب القالب ده على مدونة اجنبية خاصة بيك هتلاقي روعة ما فيه بعدها روعة والميزة ان ما فيش حقوق كمان انت عندك الجزء ده بتقدر تغيره من جوه من الاعدادات الجزء اللي هو خاص بالحقوق بتغيره من جوه من التنسيق نفسه بشكل مجاني وسهل جدا في الاخر خلص اللي هو الجزء ده بتيجي هنا في الحقوق اهو بتغير الجزء ده كده اهو ده هو اللي ظاهر قدامك ده بتغيره انت عادي خلص من جوه من اه من التنسيق المفضوء يعني انت عندك القالب مفتوح المصدر تقدر تعدل وتبدل في الالوان وتعمل كل اللي انت عاوزه اه هنا بقى صفحات السابتة اللي هي اتصل بنا والسياسة الخصية وتفقية الاستخدام والحاجات اللي انت تحطها ما ان احنو برضو عندك هنا هي وهنا مواقع التواصل الاجتماعي وهنا القايمة البردية خلاص الزر اللي موجود هنا بتاع الصعود والنزول بالنسبة لك بقى لما دخلت اي مقالة كده ايه اللي هيحصلت عنه شوف كده شكل المقالة من جوه عامل ازاي بيجيب لك عدد التعليقات على المقالة وبيجيب لك تاريخ انشاء المقالة والنشر وعنوان المقالة بيكون بشكل كبير كده عندك اول اعلان اعلان اول المقال بعد كده صندوق الصندوق الخاص اللي احنا زي بالزبط محتوى المقالة بتاعتك بتبقى ظاهرة بالشكل ده بيكون هو مقفول انت بتفتحه عادي خالص اعلان وسط المقال وده شاهد ايضا اللي هي موجودة عندنا في لو الناس اللي شغالة في بلوجر وعرفة هتلاقي فيه شاهد ايضا وموجودة في معظم القوارب يعني هنا اعلان كمان اهو وعندك كمان اعلان اهاية المقال اعلان نهاية المقال بالشكل ده كده بيجي هنا بقى التسمية او القسم اللي انت كتبت فيه المقالة دي بيظهر لك بالشكل ده كده وهنا بقى بتحط اسم هنا بيكون اسم الناشر الشخص اللي كتب المقالة نفسه او صاحب المدونة هنا مقالة سابقة ومقالة تالية والحاجات دي كلها هنا التعليقات الخاصة بالمقال هتيجي تحت بقى التعليقات هتلاقي فيه هنا كمان شاهد ايضا او او المزيد هتلاقي برضو بعض المقالات اللي انت اه الموجودة بالنسبة لنفس القسم يعني والاعلان الجاني بيثابت معاك زمان تشغال خلاص كده احنا شفنا شكل المقالة من الداخل جميل جدا واحترافي وحلو الجميل يا جماعة في القالب ده ان هو بسيط بسيط البساطة دي جوجل عاوزها ادسنز عاوزها طيب نقدر نعرف هو القالب ده مقبول في ادسنز بنسبة كبيرة ولا لأ لو جيت لو جيت بسيط كده هتبص تلاقي ان القالب ده مقبول في ادسنز بنسبة 76% لما تيجي تحط الرابط هنا وتفحص هتعرف ان القالب ده او الموقع ده يعتبر بنسبة كبيرة مقبول في ادسنز يعني هو لو كان بدمين بيقول لك هنا الملاحظات لو كان بدومين كان هيبقى مقبول في ادسنس بنسبة مية في المية. فعشان تبقى عارف الاداء والسرعة والحاجات دي كلها مطلوبة جدا هي اللي بتدي لك احصائية ان ده القلب ده ما فيش في مشاكل. لان الاحصائيات والفحص اللي ظهر قدامك ده كله فحص جوجل نفسه. مش فحص اي حد. الفكرة كلها جماعة ان لما بتشوف او بتقيم القلب ده كويس ولا وحش من ناحية ايه? من ناحية جوجل نفسها اللي تقولك. هي اللي تقولك ازا كان تقييمها للقلب ده كويس او وحش. عشان كده ما بعرض لك بعرض لك باحصائيات وفحص من جوجل نفسها. ولو حابب انت تاخد القلب نفسه اديمو وهو قدامك. خد اديمو وابدأ افحص الموقع او القلب ده واعرف تفاصيل عنه لو عجبك اشتغل عليه. انا شايف ان ده حل كويس جدا والرابط اللي موجود ده كمان هسيبه لك في الوصف تحت الفيديو عشان تحمل منه. وكمان في مواقع اجنبية كتير بتتكلم على القلب ده على انه هو افضل قالب لوجر للمحتوى الاجنبي في عشرين اتنين وعشرين. انت بالنسبة لك تعبص كده لو جينا ترجمنا كده. هتلاقي اه عندك تحديثات مدى الحياة مجانا من المطور نفسه. وكمان في دعم. اه كمان مفتوح المصدر. مفيش تشفير. حقوق طبعه النشر المخصصة مجانية لك انت بالكامل. الاداء سبعة وتسعين ده موجود على الفحص اللي هو بيتكلم عليه ده. آآ سهولة الوصول مية واستجابة مية والسيو مية. اللي هو الاحصائيات اللي ظهر قدامنا دي. فاحنا بالنسبة لنا يا جماعة القالب بشهادة الناس. مش بشهادتنا احنا كمان. ان هو يعتبر افضل قالب. لو جيت بسيت في المقالة دي. هتلاقي ان هو فاول القائمة خالص وتحت منه بقية القالب التانية الناس بتتكلم عنها. لا عشان عشان ايه كلام ده كله? علشان ان هو مميز. مميز بايه بالكلام بس? لا. مميز بان هو فعليا احصائياته جميلة. سرعة على الهاتف وعلى الكمبيوتر والقياسات ده كلها. طيب دلوقتي بقى يا جماعة عاوزين نعرف ازاي هنركب القالب? بكل بساطة بعد ما تخش هنا هتعمل تحميل. خلاص هتخش على الملف بقى اللي تحمل عندك فيه. وتعمل فك. بعد ما تفك الملف هتلاقي ظهر لك ملف جديد كده. هتخش جوه وتبدأ بقى تعمل اللي انا هعمله. اول حاجة هتلاقي ها قدامك هنا هتلاقي انه في اه الملف الاولين ده. ده هو ملف التنظيف. هتاخده نسخة كده. وتروح على المدونة بتاعتك. ركز اوى عشان الخطوات دي انت هتعملها. هتروح على المدونة بتاعتك كده وهتروح على المزهر. هتيجي تطبق اي قالب افتراضي او مجاني من قالب بلوجر المجانية الموجودة وتعمل تطبيق. وهتيجي هنا على تعديل تمسح كل الموجود. وتحط بقى القالب الخاص بالتنظيف اللي هو نازل اصلا فين? نازل في الدولود في اللي انت حملته اهو. الملف اهو. قالب التنظيف اسمه اهو. ركز او هقرب لك منه. علشان تبقى عارف انا استعدمت اول حاجة ده رقم واحد. ده رقم واحد اللي قدامك ده هو ده رقم واحد اللي انت هتستخدمه. تيجي بقى تروح عامل قالب التنظيف وتروح وتروح ضغط على حفظ. دي او نقطة تعملها هركز فيها اوي. تضغط على حفظ. بعد كده هتمسح كل ده تاني. وهتروح تجيب بقى القالب نفسه. تمسح وتقفل ده كمان. وتجيب القالب نفسه. سواء استخدمت ده ولا ده هم والاتنين واحد. هنفتح كده كده ونضغط على سليكت على كله وتعمل كليك مين ونسخ. وتيجي تعمل له لصق هنا كده. وتعمل حفظ كمان. يبقى انت كده بالشكل ده خلاص خلصت القالب يعني بقى جاهز معاك. لو دخلت على المظهر بالشكل ده كده او التنسيق. هتلاقي في التنسيق ان ظهر لك الاعدادات اللي ظهرة قدامك دي. كل الاعدادات دي كلها هقول لك عليها دلوقتي بالتفصيل. وقول لك ايه يعني وصف سريع ليها وانت المفروض طبيعي جدا انك بتعرف تستخدم الحاجات دي كلها. اول حاجة الصورة البديلة انت بتغيرها زي ما انت عاوز. الصورة البديلة دي بترفعها من على الجهاز بتاعك او مش لازم ترفعها على حسب ما انت عاوز اه دي الصورة البديلة الخاصة بالقالب بتاعك. اللي هي بتظهر لما بتجي تعمل مشاركة الموقع بتاعك في اي مكان. عندك هنا القيمة الخاصة بالروابط. اللي هي بتظهر لك فين? القيمة دي اللي هي دي. القيمة اللي هي قدامك دي. انت بتعدلها وتطور فيها وتزبطها زي اه وزي وزي اي قالب تاني. تمام? القيمة اللي قدامك دي. لو حبيت تعمل حاجات اه او قوائم منتدلة بتشتغل بيها بنفس طريقة او ما فيش اي فروق. عندك هنا بتختار مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي ظهرة قدامك بالجزء ده. المواقع التواصل الخاصة بك انت. دي الجزء التاني. هنا اللوجو. اللوجو بقى لما بتيجي تختاره بترفع اللوجو الاول اللي هو ده. اللوجو ده بتحمله. كده تفتح كده الصورة. حمله على الجهاز عندك الاول. تاخده وتحمله. على الجهاز عندك كده ترميه على وبعد كده تعدل فيه وبعد ما تعدل فيه ايه اللي بيحصل? بتروح واخد بقى الصورة اللي هي بعد ما رفعتها. تروح حطها في المكان ده بالزبط كده. وتروع اعمل حفظ. ترفعها فين? ترفعها في اي مقالة عندك. وتعمل حفظ. ده بالنسبة للوجو. ده مكان اعلان. ده مكان اعلان يا جماعة. الاعلان ده هيكون فين? الاعلان ده هيكون في الجزء ده. اللي هو الاعلان الاول ده. تمام? عندك اه القيمة التانية دي اللي ما تخش فيها. دي مش بتيجي ناحية تخلص بتسيبها زي ما هي. وده اعلان كمان اهو. برضو اماكن الاعلانات ده يا جماعة انت ممكن تملاها باعلاناتك باعلانات متجوبة. الاعلانات اللي ظهرت قدامك دي كلها ممكن تحط فيها اعلانات متجوبة من جوجل. الاعلانات اللي ظهرت دي بقى اللي هو الجزء ده ده خاصة بالبوسط يعني اعلانات اعلان اول المقال واعلانين وسط المقال واعلان اخر المقال واعلان اخر الموقع. ركز اوي في الاعلانات. اعلان اول المقال الاول ده. اعلان في المحتوى نفسه وإعلان تحت منه في المحتوى نفسه وده إعلان آخر المقال وتحت منه خالص بقى الإعلان نهاية الموقع قبل التعليقات في بقى إعلان خالص ده في الصفحة الرئيسية في نهاية الموقع برضه وعندك بقية الحاجات بقى أنا عاوزك أنت تكتشفها بنفسك تكتشف كل الحاجات اللي ظهرها قدامك دي بنفسك وتعدل فيها طيب الحقوق بقى الحقوق أهي الجزء ده خاص بالحقوق اللي هو ظهر لك تحت هنا كده اللي احنا كلامنا عنه في الأول خالص الجزء ده لو أنا بدلته أو عدلته زي ما أنا عاوز هنا كده خلاص هيتعدل معايا ويبقى تمام بس المهم بقى دلوقتي والأهم من أي حاجة أن المدونة بتاعتك يكون اللغة بتاعتها إنجليزية ما يكونش عربية أنا المدونة بتاعتي عربي فالمفروض أن أنا حوالها إنجليزية اللغة لازم تبقى إنجليزية يا جماعة علشان بالشكل ده كده وأعمل حفظ عشان تظهر معاك وعشان الصح أني أنت تبقى مدونتك من الأساس إنجليزي فأنا بالنسبة لها هرجعها عربي تاني بس خلاص بس مش هتفرق معايا كتير دي مدونة تجربية المهم في النهاية شايف الروابط اللي أنا فتحتها دي كلها هسيبها لك في الوصف تحت الفيديو علشان تبدأ تحمل منها وتشتغل وتشوف بنفسك الإحصائيات الجميلة الخاصة بالقالب ده أتمنى الخير والتوفيق للجميع وأتمنى أن القالب ده يكون إجابة على أسئلة الناس كتير جدا اللي سألت أفضل قالب للمحتوى الأجنبي وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة